أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جافر السيرفي وزيرة السياحة أن مملكة البحرين تمتلك مقومات نوعية للجذب السياحي بامتلاكها للقلاع التاريخية والجزر الترفيهية والمتاحف التاريخية العريقة والمنازل الأثرية والمنتجعات السياحية والفنادق ذات السمع العالمية على وتنعى ما تمتاز به من بنية تحتية عالية المستوى جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزيرة لرئيس وعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين التسامح وتعايش الأديان تعايش مشيرة إلى أن إبراز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح بين الأديان والعراق من صميم قيم الشعب البحريني وثقافته التي ورثها عن الآباء والأجداد الأمر الذي جعلها محطة مهمة لإقامة الفعاليات العالمية وخلال اللقاء قدم السيد يوسف بوزبون رئيس مجلس إدارة جمعية التعايش خلفية تاريخية حول تأسيس الجمعية ومراحل تطورها والأنشطة والفعاليات التي تنظمها وتشارك فيها الجمعية داخل وخارج مملكة البحرين وأشادت سعادة وزيرة السياحة بجهود جمعية البحرين التسامح وتعايش الأديان وما تعكسه من صور إيجابية مشرقة لمملكة البحرين اشترك في القناة